الحديث أكثر عن هذه المباراة وأجواء ما قبل انطلاقتها ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف موفدنا إلى ملعب تشرين بدمشق سديم القاسم مرحبا سديم سديم تسمعوني سلامات أيهم نعم سديم كيف هي أجواء ملعب تشرين حاليا قبل نصف ساعة على انطلاق نهائي كأس الجمهورية نعم أيهم هنا في ملعب تشرين بدمشق لوحة كرنفالية ولا أجمل يعني سهرة كروية بمتياز لقاء نهائي كأس الجمهورية بين قطوية العاصمة دمشق الوحدة والجيس نتوقعها مباراة ولا أجمل نعم نعم نتوقعها مباراة ولا أجمل بداية نبدأ بجمهور الفريقين هناك الآلاف من مشجعي الوحدة الملعب ممتلئ على آخره الملعب سيمتلئ على آخره في الخارج هناك الآلاف من جماهير الوحدة وجماهير الجيش بانتظار الدخول إلى أرضية الملعب أضران أيام ضوضاء كثيرة هنا في ملعب تشرين يعني هناك فرقة مراسم الآن نعم سديد نسأل عن الحالة التنظيمية للمباراة والملعب تحديدا كما نعلم كان هناك لجنة منظمة خاصة لهذه المباراة والدخول إليها أيضا كيف الوضع التنظيمي في ملعب تشرين نعم 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 أيام يعني هناك تنظيم جيد نتوقعه تنظيم مميز يعني أماكن جلوس المسؤولين أماكن جلوس أماكن جلوس نعم 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 أيام يعني نتوقعه تنظيم مميز هناك أماكن مخصرة لجلوس كافة المسؤولين والضيوب هنا أيضا القضور الرسمي الذي يعني سيحضر الآن إلى المشاهدة سديم سديم متحدث فنيا عن المباراة هل تقيت بأحد مدربي الفريقين بين الجيش أو الوحدة أو الكادر الفني لهما نعم يعني تحدثنا مع مدرب فريق الوحدة ومدرب فريق الجيش قبل نحظات من الآن ماذا قال الكابتن أحمد الشعار الكابتن أحمد الشعار أرادها تكريسة لسيطرة الزعيم على العاصمة وأرادها لقبا ثانيا لفريق الجيش هذا الموسم بالمقابل كابتن فريق الوحدة رأمة محمد أرادها تعويبا عن مباراة الكاث ولذلك نتوقعها مباراة قوية بين الفريقين نعم هل هناك من الأشياء أخرى موجودة في الملعب تخبرنا عنها سديم؟ يعني أجمل ما في الملعب الآن كابتن أحمد هو الحضور الجماهيري الكبير والذي نتوقعه أن يرساد مع الزقائف القادمة هذا أجمل ما في المباراة تنظيم جيد لا بأس به من القائمين على هذه المباراة هل تتوقع أن تنتهي المباراة بفوز أحد الفريقين في الوقت الأصلي أم ستشهد وقتا إضافيا أو الذهاب إلى ركلات الترجيح؟ نتوقعه أنا أتوقعه بشكل شخصي أن تنتهي في الوقت الأصلي للمباراة يعني نتوقعه ونتوقع فيها أهداف كثيرة كافي الأيام للجيش أو من الوحدة؟ والله هناك أهداف ولكن لا نتوقع أن نتكهن أو أن نطلق الأحكام نعم زميل سديم القاسم موفد الإخبارية السورية إلى ملعب تشرين كنت معنا عبر الهاتف من هناك شكرا جزيلا لك